لدى استقبال سموه للقيادة العليا لبنك جي بي آر مورغان أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء على عراقة مملكة البحرين ودورها كمركز مالي ومصرفي في المنطقة مثنيا سموه على دور البنك في دعم مركز البحرين المالي والمصرفي من خلال انطلاق عملياته في البلاد لـ 45 عاما ليكون بذلك واحدا من أكبر وأعرق وأقدم المصارف التي مارست عملياتها في البحرين مؤكدا سموه أن الحكومة تحرص على توفير وتهيئة كافة الإمكانيات والتسهيلات في إطار من التشريعات المتهيئة التي تساند المصارف والمؤسسات المالية التي تزاول أعمالها من البحرين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم السيد دانييل بينتور الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الاستثمار في بنك جي بي آر مورغان وخلال اللقاء أثناء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المكان المتميز عالميا التي يتبوؤها بنك جي بي مورغان كواحد من كبريات المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية على المستوى العالمي وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين رسخت مكانتها كمركز مالي ومصرفي رائد ومتميز في المنطقة والعالم لاحتضانها المؤسسات المالية العالمية ومنها بنك جي بي مورغان منوها بأن الحكومة تولي جهودها في تعزيز البنية الجاذبة للاستثمار من خلال تطوير تكنولوجيا وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات لتكون مواكبة لروح العصر والتطور السريع في عالم المال والأعمال لضمان أن يكون المناخ ملائم بيئيا وتشريعيا للمؤسسات والمراكز المالية التي تعمل من البحرين ويدعمه في ذلك الكوادر الوطنية المؤهلة عالميا للعمل في القطاع المالي والمصرفي من جهته أشهد السيد دانييل بينتو الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية والشركات وقطاع الاستثمار في بنك جي بي مورغان بالمكان المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركزا ماليا ومصرفيا رائد في المنطقة والتي تعكس نجاح جهود حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورؤيتها المتكاملة في ترسيخ البيئة المثلى للنمو القطاع المصرفي والمالي مشيدا بما توفره المملكة من تسهيلات وما تتمتع به من أنظمة وتشريعات متطورة تجعل من مملكة البحرين خيارا جاذبا لكبريات المؤسسات المصرفية في العالم